مرحبا جبا معكم يونس سألت اليكم بفيديو جديد وهذا الفيديو سيكون عبارة عن اختصار لجميع الفيديوهات هذه السنة فكما تعلمون مع اقتراب كل عام جديد اقوم ببث فيديوهات يشرح او يلخص جميع الفيديوهات لهذه السنة عزاني رفق دعونا نبدأ باول الفيديوهات التي قمت بوضعها والتي هي كانت الفيديوهات الرئيسية مع هذا الفيديوهات الشورت فمع بداية عام 2022 كنت دائما ما ابوت فيديوهات فقط الشورت القصيرة ولكن مع دخول فصل الصيف تقريبا في شهر جوان لقد قمت ببث فيديوهات رئيسية مثل هذه التي كانت على السكتش بوك كما ترون يا رفاق بدأت بتلك الرسومات التي كانت بالرصاص وتلك فقط كانت تسليك وايضا هذه الرسومات الملونة فبكل حال يا رفاق رسومات السكتش بوك كانت فقط كلها تسليك في تسليك عسنا كما ترون يا رفاق هذا الفيديو الذي كان هناك فيه تفاعل كثير بخصوص هذه الرسمة فأنا لاحظت أن الكثير من المعجبين والمشاهدين يحبون الرسومات الكيوت مثل هذه فإن شاء الله في السنة القادمة ربما سوف ربما أقوم برسم هذه الرسومات لكنها ليست جوي أبدا فقط أرسموها من أجل الطلبات المشتركين أو المشاهدين حسنا في هذا الفيديو لقد رسمت جوكو بهذه الطريقة كما ترون وكانت هذه الرسمة من نشط خيالي بصلاحة الرسمة فقط تسليك وليس هناك ما يعجب فيها وإن شاء الله تكون قد أعجبتكم وفي هذا الفيديو على ما أتذكر لقد قمت بشرح طريقته في التلوين بهذه الطريقة كما ترون لن أطيل عليكم في الكلام فاذهبوا إلى هذا الفيديو سوف تجدونه في قناتي ادخلوا عليها وإن لم تكن مشتركا يا رفاقي فأنصحك بالاشتراك في القناة مع دعمي بلايك لهذا الفيديو ولا تنسوا وضع أراءكم تحت في التعليقات وما هي الفيديوهات التي كانت تعجبكم في هذه السنة عسنا هنا يا رفاق كما ترون هذه رسمة جوجو من أنمي جوجيتسو كايسين لقد قمت بالعمل عليها وبالتحديد رسومات سكتش بوك هي كانت فقط طلبات من المشاهدين فقمت بتلبيت جميع طلباتهم وإذ كان هناك أحد لم ألبي طلبة فأرجو الاعتدار منك لأنني بصراحة لا أراقب التعليقات أبدا وإنما أدخل في غفلة أو عندما أكون في وقت فراغي فأدخل وأرى التعليقات فلذلك أعتذر منكم يا رفاق عسنا يا رفاق في هذه الرسمة التي كانت رسمة ليفاي كانت بالفعل رسمة سيئة ولم تعجبني كثيرا ولاحظ الكثير من المعجبين أن هذه الرسمة لم تكن في المستوى أبدا على أي حال يا رفاق سوف ترون الكثير والكثير في السنة القادمة إن شاء الله عسنا ننتقل إلى الرسمة القادمة والتي هي كانت آنيا من أنمي ذلك الذي لا أعرف اسمها أعتقد سبي إكس فاميلي نعم هذا هو اسم سبي إكس فاميلي باختصار يا رفاق فأنا لم أشاهد هذا الأنمي أبدا فقد قمت برسمه لأنه كان طلب من أحد المعجبين كما ترون في هذه الرسمة لقد أبدأت في التلوين بصراحة وقمت بتلوينها بشكل جيد كما ترون في هذه الرسمة يا رفاق عسنا هنا أيضا طلب من أحد الرفاق الذي كان هو أن أرسم نصف لذلك الأنمي الذي ما كان اسمه نسيت اسمه حسنا المهم أنا لم أشاهد هذا الأنمي أبدا وقد شاهدت الحلقة الأولى ثم سحبت عليه لكن هناك الكثير من المعجبين يمدحون هذا الأنمي ولا أعلم السبب لكنه يبدو أنمي أسطوري بالفعل حسنا هنا كذلك يا رفاق رصمت جيسو من أنمي بوكو نوهيرو أكاديميا كما ترون يا رفاق لقد قمت بشرح طريقة التلوين في هذا الفيديو وقد سحبت على الخلفية ولم أقوم بتصويرها في الفيديو يعني معظم الفيديوهات أن لا أصور الخلفية عندما أعملها لديق الوقت وإن شاء الله تكون الرسمة قد أعجبتكم وهنا كذلك لقد رسمت سكونا من أنمي جوجيتسو كايسين الذي كان من نشخ خيالي بهذه الطريقة كما ترون وكان التياب وكل شيء من نشخ خيالي فقط كنت أسلك في التلوين والخلفية الخلفية لكثرة عجزي لقد قمت بجلب الألوان المائية ثم أضغط الخلفية يعني يا رفاق نحن الرسامين بكل بساطة نعتمد على مزاجنا في الرسم ما إذا كان مزاجنا متعاكرا عندما نأتي الرسم فسوف تكون الرسمة بالفعل سيئة وأما إذا كان لدينا الإلهام وفي مزاج جيد فسوف تكون الرسمة في المستوى وتصل إلى درجة الفن المطلوب حسنا يا رفاق في هذا الفيديو الذي كان هو عبارة عن رسم كوكو من أنمي جراغون بول قمت بعمل هذا الفيديو كفيديو تعليمي اذهبوا إلى القناة وشاهدوا سوف يكون مفيدا لكم وفي هذا الفيديو الرفاق قمت بعمل ملسق لغطاء الهاتف بهذا الطريق كما ترون وهذه كان طلب من أحد الأصدقاء فقمت بعملها له وبيعها بسعر معين حسب تلك الرسمة وفي هذا الفيديو لرسم كوكو بلاك من أنمي جراغون بول أيضا كان فيديو تعليمي وقد عملت فيه ثلاثة الأجزاء في هذا الفيديو الجزء الأول كان لتعليم رسم السكتش والفيديو الثاني كان من أجل معرفة الألوان المستعملة والثالث كان لتعليم التروين بهذا الطريق كما ترون في هذا الفيديو الرفاق هنا قد قمت بعمل كيفية ترسم جسم الأنمي بهذا الشكل فقط الفيديو كان بسيط جدا ولم أسرع فيه في الفيديو الأصلي كما ترون يا رفاق فيه الفائدة لكم فإن شاء الله يكون قد أفدكم ولمن لم يشاهده بعد فيدخل إلى قناته ويشاهده ولا ترسوا دعنا بلايك والاشتراك بالقناة إن لم تكن مشتركا أعوذ أعلاقكم تحت في التعليقات ولا تنسوا نشر الفيديو لكي يستفيد الجميع حسنا كما ترون يا رفاق هنا لقد عملت الأساس وبعدها قمت بمسحه مسحة خفيفة وقمت برسمه على الشكل الأصلي من الرسم بهذه الطريقة حسنا يا رفاق هنا أيضا كان فيديو تعليمي لرسم زورو من أنمي وانبيس في هذا الفيديو لقد عملت على التلوين والرسم كذلك وطريقة التلوين كانت كالفيديو السابق حسنا يا رفاق كما ترون في شروحاتي في التلوين عادة دائما ما أبدأ بالتلوين باللون الغامق ثم أبدأ أفتحه في اللون بالتدريج كما ترون بهذه الطريقة وكان هذا آخر فيديو تعليمي أضعه في هذه السنة إن شاء الله يكون قد أفادكم ولا تنسوا أن تدعموه بلايك ونشر لي الفيديو ادخلوا على قناته وسوف تجدونه وإن شاء الله يكون مفيدا لكم حسنا يا رفاق سوف ننتقل إلى الفيديو القادم والذي كان هو عبارة عن تسليك أيضا الذي كان لرسم كانيكي كين من ألميو كما ترون لقد قمت بعمل سكتش في البداية ثم أحبرتها وبعدها بدأت في التلوين بصراحة يا رفاق الألوان والخلفية لقد كان كل شيء من نسج خيالي لكن النتيجة كانت مبهرة سوف أريكم النتيجة في الأخير ها هي كما ترون يا رفاق وإن شاء الله قد تكون أعجابتكم وفي هذا الفيديو أيضا كان فيديو تسليكي فقط لقد قمت بعمل سكتش خفيف لرسمة أسطة ولم أقم بتلوينها أبدا فقط كما ترون بهذا الشكل عسنا هنا يا رفاق بعد غياب طويل وعدت بفيديو جديد الذي كان هو لرسم كوروساكي إتشيغو من أنمي بليج كما ترون وهذه الرسمة كانت طلبية من أحد الأصدقاء الذين يعملون معي في العمل وقمت بعملها له وبيعها له بسعر مؤين عسنا ننتقل إلى الفيديو القادم والذي هو كان لرسم إيرين من أنمي هجوم العمال كثير من الأشخاص لقد نقدوني أو قاموا بانتقاضي على هذه الرسمة وأنها لا تشبه إيرين بالتحديد لكن هذه الرسمة كانت فقط من نسخ خيالي وأنا أوافق من رأيي كذلك لأنها ليست مثل إيرين وفي الفيديو الذي بعده لقد قمت برسم صانجي من أنمي وون بيس كما ترون وهذه الرسمة كانت من نسخ خيالي يعني كانت هناك صورة مرسخة لي دائما في عقلي وفتقنت برسمها هنا كما ترون وإن شاء الله قد تكونوا أعجبتكم عسنا ننتقل إلى الفيديو هذا الذي كان فيديو يعني تسليكي بصراحة الذي كان لرسم فيوليت إيفا غاردن من أنمي فيوليت إيفا غاردن عسنا في هذه الرسمة يا رفاق لا أنا مما السبب لكنني سحبت عليها أعتقد بأنها سيئة ولم تعجبني أبدا لذلك سحبت على الرسمة ولم أعد إليها مجددا عسنا زوفنا ننتقل إلى الفيديو القادم الذي كان هو عبارة عن طلب من أحد المعجبين الذي كان هو لرسم نوار من أنمي الذي يبتد للكافي سبيستون للبلابل أو ما شبه عسنا قد قمت برسمها وعملت سكتش بسيط للرسمة ثم قمت بتحبيرها بالقلم الأسود وهي النتيجة أمامكم في الفيديو القادم لقد قمت بعمل ملسق لأنمي وانبيس الذي كان هو عبارة عن طلب من أحد الأصدقاء لعمل بهذه الطريقة كما ترون فقمت بعمل بطريقة القهوة التي عملتها في الفيديو السابق الذي كان في العام الماضي الذي كان لعمل ملسق له من أنمي وانبيس وفي هذا الفيديو الأخير قمت بعمل ملسق للوفي من الهيئة الجديدة والفيديو الجديد الذي قمت بوضعه مؤخرا أيضا قمت بعمل ملسق جديد للوفي للإطراز القديم عسنا في هذا الفيديو يا رفاق قمت بعمل رسمة سينك من أنمي دكتور ستون وكان هذا الفيديو الأخير في هذه السنة ولا تنسوا يا رفاق في الأخير أن تدعمونا بلايك والاشتراك بالقناة إن لم تكن مشتركا مع وضع آرائكم تحت في التعليقات وأتركوا لي آراءكم حول هذا الفيديو وأيضا ما هو أفضل فيديو لديكم في هذه السنة وإن شاء الله في العام القادم سوف أقوم ببتأ الأفضل من الفيديوهات لهذا العام وإن شاء الله يا رفاق في الفيديو القادم سوف أقوم ببتأ جميع رسوماتي خلال هذه السنة وأراكم في الفيديو القادم